تحديات إنسانية جمع يتعرض لها مخيم تول كرم شمالية ضفة الغربية تتصارع جهود الإغاثة التي تبدلها جمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخال المعونات إلى داخل مخيم تول كرم على وقع احتياجات متسارعة في الماء والغذاء بلاغات استغاثة كبيرة تتلقاها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على وقع إدخال كميات من الطعام والماء وحليب الأطفال إلى المنطقة توفيق نوع حضباط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم شو جهودكم ميدانيا في محاولة إنقاذ وإسناد أهالي المخيم نحن إن شاء الله نحاول أن ندخل ماء وخبز وحليب وفوط للأطفال اللي نقدر عليه وإن شاء الله أنه توصل لك جميعا عن أهالي مخيم تول كرم شو الواقع الإنساني داخل المخيم الواقع الإنساني صعب جدا داخل المخيم وهنا إن شاء الله نحسن منه لحين نخروج الجيش شكرا جزيلا على الجهة المقابلة استمرار للتحركات العسكرية الإسرائيلية وبالفعل هذه واحدة من جولات الهلال الأحمر الفلسطيني لمحاولة إنقاذ الأسر والعائلات داخل المخيم حيث تم تزويد هذه الشاحنات بكميات من الخبز والمياه والأدوية وحليب الأطفال الذين يعانون واقعا صعبا داخل المخيم على وقع حصار أمني كبير تؤكد الأمم المتحدة بأن المستويات الإنسانية داخل مخيمات شمال الضفة الغربية بلغت مستويات إنسانية حادة وأن عمليات الحصار والاقتحامات المتكررة شكلت تهديدا حقيقيا على المدنيين الفلسطينيين خالد بدير قناة الغد من مخيمة الكرم فلسطين اشتركوا في القناة